جهود مكثفة استمرت لسنوات طويلة نجحت الحكومة العراقية بتسليم ملف مدينة بابل الأثرية إلى منظمة الأمم المتحدة للعلوم والفنون والآداب اليونسكو وقبول الأخيرة بترشيحه إلى لائحة التراث العالمي كأرث إنساني يخلد تاريخ السلالات البشرية استلمت يوم أمس كتاب من موثلنا الدائم سفيرنا الدائم في اليونسكو يبلغنا فيه قبول اجتياز الملف في المرحلة الأساسية المهمة اللي هي اللجنة التقنية التي ترشح بدورها إلى لجنة الهيئة الاستشارية العليا الأوكوموس التي ستبعث خبراء للتفاوض وتطبيق ما موجود بالملف الذي أنجز قبل حوالي شهر وتزامنا مع قبول اليونسكو لملف بابل الأثرية فإن الجهات المعنية تؤكد أن المسرح الإغريقي سيشهد إقامة مجموعة من الأنشطة الثقافية والتراثية ونشاطات أخرى تجسد عمق حضارة بلاد الرافدة إن مؤكدة أن خبراء دوليين سيزورون المدينة الأثرية قريبا للإطلاع على واقع الحال قدوم خبراء الإيكوموس هؤلاء خبراء الإيكوموس كل مختصة بعمله هؤلاء يجبون يقدمون الملاحظات سواء كانت ملاحظات إيجابية أو سلبية يذكر أن مدينة بابل الأثرية تعرضت إلى الكثير من التجاوزات على يد النظام السابق بعد أن قام بوضع اسم صدام حسين على الأبنية الأثرية وإجراء إضافات غير علمية كما أن وزارة النفط الحالية عمدت إلى مد أنبوب النفط داخل سورها وهذه من أبرز العقبات التي ستواجه الملف بالنسبة لأنبوب النفط الذي مر داخل مدينة بابل كذلك ما عمل به النظام السابق من هذه الأمور الغير علمية كما أن بابل تتعرض الآن للإهمال الحكومي وعدم الاهتمام بمرافقها السياحية فضلا عن التجاوزات التي تحيط بها وبعض الأضرحة الدينية المشيدة على تلالها هذه المعواقات تمثل في التجاوزات التي لا تزال سارية المفعول على حدود المدينة الأثرية والمتمثلة بالتمدد العمراني ناهيك عن وجود بعض المشاريع الاستثمارية وبعد قبول الملف للمناقشة يبقى السؤال العالق هو هل أن المفاوض العراقي يمتلك الثقل الثقافي المؤثر داخل منظمة اليونسكو لإقناع اللجنة لإدراج هذه المدينة على لائحة التراث العالمي من داخل مدينة بابل الأثرية ميثم الشباني الحرة